شوت أول مسير للقلق شوت أول ضعيف على كل مستوات شوت أول محبط لجماهير النادي الأهلي في مقابل ده شوت تاني والأروع ريمونتادة بتعكس شخصية النادي الأهلي وروح الفنينلا الحمراء وكورة بيقدمها النادي الأهلي لجمهوره تمتع وتبسط وتقول زي ما انت عايز تقول ايه الفرق بين الشوت انت تبعاً مطشم قولين ويمكن السيناريو ده مش مطشم قولين بس كابتن أشر في السيناريو ده شوفنا في أكتر من مباراة النادي الأهلي شوت أول روتيني أوي بيروقراطي أوي مفهوش خلم الإبداع والإمتاع وشوت تاني فيه كل فنون الكرة وفيه سكور وفيه نتيجة وقول زي ما انت عايز تقول ليه التباين ده من وجهة نظرك طيب خليني هروح طبعاً معك لمباراة المقاولين ولأنها مباراة فعلاً زي ما انت قلت يعني مش فاصلة احنا لسه بدري قوي في طولة الدوري ولكن بتحكي أو بتقول الناس النادي الأهلي قادر في أي وقت أنه يغير نتيجة أنه لو فيه تراجع بيقدر يعيد مستوى مرة تانية ومستوى العيبته يقدر يتسيد الأمور داخل المباراة ولكن خلينا نروح لنقطة أنا شايفة فاصلة جداً ولابد أن مجلس قدر وانا واثق من ده أنه هما هيراعوا ده بشكل كبير جداً موسيميني موسيميني الحقيقة أنا شايفه من تصرحاته أنه ابتدى يتخوفي عنده قلق شوية من الأراء الموجودة أو الأراء المتبينة النقط ممكن يكون مش بناء ممكن يكون نقط موجه ممكن يكون نقط بناء يعني أياً كان ولكن أنا شايف أن التوقيت ده النادي الأهلي لابد أن يكون أو موسيميني تحديداً لابد أن يكون مركز بشكل كبير جداً جداً في مباراة النادي الأهلي سواء في البطولة المحلية أو في بطولة كاس العالم شايف راجع تدى يشغل بالإعلام شوية تصرحاته بتقول كده تصرحاته حتى في المؤتمرات تصرحاته كمان في صحيفة يعني مش فاكر اسم الصحيفة في جنوب أفريقيا ابتدى ينشغل أكتر شوية بأراء الناس فيه وإنه هل فيه تطور في أداء النادي الأهلي ولا لا هل موسيميني قادر على تغيير أداء النادي الأهلي ونتيجه ولا لا أنا شايف أنه موسيميني ماشي بشكل مميز جداً 20 مباراة 17 فوز 3 عدولات من وقت ما تولى إدارة النادي الأهلي حصل على بطولة الدوري حصل على بطولة أفريقيا يعني الراجل ماشي بشكل رائع جداً أنا أتمنى أنه هو ما يشغل شباله بالإعلام فيه ناس كتيرة جداً بيبقى أراءها حتى ما فيهاش نقد إيجابي بيبقى نقد بشكل سلبي نقد عشان يبعدك عن تركيزك أتمنى أنه بس الإدارة عندنا في النادي الأهلي تبتدي كبساد عب حفيز طبعاً ليه دور كبير جداً جداً في ده أنه يبتدي يخلي موسيميني ينشغل أكتر داخل الملعب ويبتعد تماماً تماماً عن الإعلام أو السوشيال ميديا لأنها فعلاً النقد فيها ما يبقاش بناء ومعظم النقد فيها بيبقى سلبي وبيبعدك عن التركيز دي نقطة مهمة جداً أتمنى أنها تروعها في الفترة اللي جاية